العراق يصبح اذا او يكاد بلا رئيس للجمهورية في طريق بحثه الصعب عن رئيس للحكومة ظروف استقالة الرئيس برهم صالح وتدعيات ذلك وتأثيره على المواقف من الحراك الشعبي ومطالبه في للخبر بقية كونوا معنا اهلا بكم الازمة في العراق كلما دخلت منعطفا انعرجت الى منزلق اخضر هكذا تبدو الصورة في نظر كثيرين بعد ان لوح الرئيس العراقي بالاستقالة ووضعها تحت تصرف البرلمان قائلا انه لم يجد بديلا عن هذا الخيار بعد ان تعظمت عليه الضغوط من كل صوب وقدم اليه محافظ البصرة اسعد العيداني المرفوض شعبيا مرشحا لرئاسة الوزارة الخطوة التي اقدم عليها الرئيس العراقي لا يعرف مآلها لكنها قد تفتح مستقبل البلاد على مجاهلة كثيرة وهنا نتساءل ما حجم الضغوط التي تعرض لها الرئيس العراقي ليجد في الاستقالة حلا وهل سيتراجع عنها ام يوافق عليها البلمان لتشهد البلاد فراغا دستوريا لا تأمن البلاد عباقبة وملكاس كل ذلك الذي يجري على الحراك في الشارع خير بين شرعة الدستور وشرعية الشارع فقال الرئيس العراقي انه لا يملك الا ان ينحاز لخيار الناس وانه لن يرضى بتكليف رئيس حكومة اثار حفيظتهم وحنقهم يضيف الرئيس العراقي انه وجد نفسه مدفوعا للتلويح باستقالة اضطر اليها مكرهم لعل الضغوط تخف ولعل الملحين يتراجعون اصرت كتلة البناء الموصوفة بالكتلة البرلمانية الكبرى على تسمية محافظ البصر اسعد العيدان الشخصية المثيرة لريبة الشارع امرة الرئيس ان يلتزم بمتن الدستور وان لا يعبأ بغضب الناس فقال الرئيس العراقي انه لمح في الدستور بندا ابلغ من ذلك الذي يحدد اختصاصاته وجد متن يحضه على حفظ السلم واقامة العدل وحقن الدماء وان الكتلة الكبرى ما زال هو نفسه يجهل هويتها وعديدها فقرر بعد كل ذلك طلب الاستقالة وغادر بغداد الى السليمانية حيث يأمن ويسلم في انتظار جواب البرلمان الطيار الصدري ايد قرار الرئيس العراقي بالاستقالة هناك في ظنه من يريد ان يحشره في زاوية الخيارات الضيقة ما زالت البلاد اذا تترقب ما سيصنعه بهساستها لا يعرف ان كان البرلمان العراقي سيقبل استقالة الرئيس فتترك البلاد للفراغ والفوضى وان كانت الكتلة البرلمانية الكبرى محل السجال ستتراجع وتلل مواقفها وتقدم اسما اخر يقبله الناس ويلتفون حولها بعد ان اسقطت اسماء كثيرة ورفضت اخرى ولا احد منها ارض الغاضبين في الشوارع طرأ اذا الكثير في العراق والساسة يدركون انهم معادوا وحدهم يملكون قرارهم فيما الشارع كلما سمع اسما اتقد غضبا يطلب ان يرد اليه الامر وان يحكمه من يحاسبه وينضم الينا من بغداد كل من علي المهداوي الباحث السياسي ومحمد نعناع الاكاديمي والناشط السياسي وايضا النائب نسيم عبدالله العضو في تحالف الفتح في البرلمان العراقي اهلا بكم ضيوف الكرام وابدأ معك علي المهداوي بداية وقبل مناقشة تدعيات هذا الموقف الذي اتخذه الرئيس برهم صالح سؤالي لك هل نحن امام استقالة قاطعة فعلية ام تلويح وضغط لاجبار كتلة البناء على التراجع عن ترشيح العداء مساء الخير تحية طيبة لكم ولمشاهديكم والزملاء الضيوف الكرام اعتقد كتاب السيد الرئيسي الجمهوري اليوم كان واضحا جدا لم تكن فيه استقالة هو لوح بالاستقالة في وقت سابق عبر مقربين منه اليوم وضع البرلمان امام خيارين لا ثالثة لهما اما ان يمضي باختيارة لمرشح الكتلة الاكبر التي يرى فيها رئيس الجمهورية انه لا يلبي متطلبات الشارع وهذا قد يؤدي به الى ان يقدم استقالته او ان تتراجع الكتلة الاكبر عن هذا الخيار وتلتفت الى خيار اخر يكون اكثر تلبية لمتطلبات الشارع حينها ربما تستقيم الامور بالتأكيد هي ليست استقالة قطعية بكل الأقوال هذا يمكن ان يوصل الوضع الى تقديم الاستقالة وبالتالي الى حافة الهوية لم يكن ممكن فعلا تسوية هذا الخلاف على العدان بطريقة اخرى يعني نحن منذ استقالة السيد عادر عبد المهدي قبل اكثر من 25 يوم ويتم تداول العديد من الاسماء وكل ما يطرح اسم من داخل هذه المنظومة السياسية تكون ردة فعل عنيفة من قبل الشارع مع اصرار المنظومة السياسية على ان يكون هذا المرشح من داخل هذه المنظومة يبدو ان سيد رئيس الجمهورية استنفذ كل الخيارات خيارات الوقت التي كان يضغط من خلالها من خلال ارسال رسائل الى البرلمان ارسال رسائل الى المحكمة الاتحادية لتبيان حقيقة الكتلة الاكبر والتي يبدو انه لم يتوصل لها حتى هذه اللحظة يبدو انه استنفذ كل الخيارات بعد ان اكد له البرلمان في كتاب رسمي يوم امس ان كتلة البناء هي الكتلة الاكبر وبالتالي اصبح ملزما وفق المادة 76 من الدستور ان يكلف مرشح هذه الكتلة لذلك هو اخر الدواء بالتأكيد ونحن وهو ربما والشارع اليوم بانتظار رأي البرلمان في خطوة سيد رئيس الجمهورية هل سيمضي بهذا الخيار ويدفعه الى الاستقالة القطعية ام ان هناك خيارات اخرى عن طريق اختيار مرشحين اخرين قد تكون لهم مقبولة اكثر لدى الشارع ولكن قبل موقف البرلمان الا ينطوي الان موقف الاستقالة على مخالفة دستورية وايضا هل تنسجم اصلا مع مواجبات الرئاسة هل يتحمل العراق برأيك الان شغورا في موقع رئاسة الجمهورية مع الشغور الموجود والحاصل اصلا في موقع وشغور موقع الحكومة في ظل التحديات التي يواجهها العراق والازمة الذي يواجهها الكرة الان في ملعب البرلمان هو الذي ينبغي عليه ان يحدد ذلك الرئيس الجمهورية كان واضح في كتابه انه بين مادتين دستورية المادة 67 التي تؤكد ان رئيس الجمهورية يمثل سيادة البلاد وهو الحافظ للدستور والحافظ لوحدة العراق واستقلال العراق هو رأى يرى ان اختيار شخص لا يلبي مطالب هذا الشارع سيؤدي الى تفاقم الامور سيهدد الامن والسلم المجتمعي وبالتالي اصبح بين خيارين بين خيار المادة 76 التي تلزمه بتكليف مرشح الكتلة الاكبر وبين هذا الخيار الذي يراه مهددا للسلم المجتمعي لذلك بين هذين الخيارين طرح هذا الرأي للبرلمان بانتظار موقف واضح من البرلمان حول الاستمرار في هذا الطريق وتحمل نتائجه او ربما اللجوء الى خيار البديل للسيد اسعد العيداني بشخصية اكثر مقبولية كما قلت دعني انقل هذه الحجة لسيد نسيم عبدالله والرئيس برهم صالح ايضا بكل تأكيد عرفت انه برر استقلاته بانحيازه لموقف الحراك الرافض لترشيح العيدان ما رأيك بهذه الحجة؟ نعم في البداية تحية لكم وتحية لمشاهدين قناتكم الكريمة وتحية لضيفكم استاذ علي واستاذ محمد انا اعتقد اليوم سيد رئيسي الجمهورية لم يقدم استقاله اليوم سيد رئيسي الجمهورية بيّن في كتابه على انه يهدد بالاستقالة احنا حقيقة الامر قبل فترة قريبة كانت يعني بداية تشكيل حكومة منذ ايام تظاهرات البصلة بسبب تظاهرات الكتل السياسية سعت على اننا يجب ان نشكل حكومة كان هناك صراع فيما بين الاصلاح والبناء من يشكل حكومة بالنتيجة اتفقت الكتل السياسية على ان الوضع لا يحتمل بالتالي سارة الكتل السياسية على تشكيل حكومة فيما بين الاصلاح والبناء بالنتيجة تكونت هذه الحكومة نتيجة التوافق السياسي هذا التوافق هو اللي يشكل حكومة السيد عادل عبد المهدي اليوم اللي يفرض نفسه في الواقع السياسي اليوم الشارع العراقي بالنتيجة السيد برهم صالح تقريركم كان دقيق فيما بين الشرعية الدستورية وشرعية الشارع أعتقد اليوم السيد برهم صالح أشار بوضوح على أن شرعية الشارع هي التي سوف تكون لها الغلبة في مسألة اختيار رئيس الوزراء نعم حقيقة الكتلة السياسية قبل فترة قريبة جدا كانت هي من تسمي رئيس الوزراء بمعزل عن الشارع لكن يبدو بأن اليوم القرار بيد الشارع العراقي وسيد برهم صالح بهذا قرار حقيقة سوف يخلده التأريخ واليوم حقيقة تابعنا كل وسائل التواصل الاجتماعي على أن السيد برهم صالح أصبح رمزا وطنيا وحقيقة هذه نقطة تحسب إلى السيد برهم صالح وسوف يخلده التأريخ هذا من جانب الجانب الآخر اليوم برهم صالح بكتابة التي أرسلها إلى مجلس النواب أشار بوضوح على أن الكتلة الأكبر هي كتلة البناء ومن حق كتلة البناء هي التي تختار رئيس وزراء بما معنى يجب عليكم أن تسيروا باتجاه تقديم ورشح آخر وحقيقة بحكم قربنا من الواقع السياسي الكتلة السياسية حتما سوف تسير باتجاه تغيير السيد العيداني باعتبار أن الوضع العراقي اليوم لا يحتمل الوضع العراقي كأنه مثل كرة الثلج يوم بعد يوم تكبر بالنتيجة الأزمة العراقية والواقع العراقي حقيقة لا يحتمل بالتالي فأن الكتلة السياسية سوف تسير حتما باتجاه مرشحا مستقلا يدير فترة حكومة من شدة أشر إلى سنة هذا الواقع فرض نفسه هل يعني هذا الكلام أن البلمان متزه الآن على رفض الاستقالة أو تهديد الاستقالة كما وصفته ماكو صوت سيد نسيب عبدالله تسمعني الآن إذا تسمعون صوت ماكو ماكو صوت طيب ننتقل الآن لسيد محمد نعنع الآن إذا كان من حق الكتلة الأكبر في البرلمان أن ترشح شخصية بكل الأحوال إن كان الرشح العدان أو غيرها ما وجهت هذا الرفض الذي نجته في الشارع في رفض شخصية العدان وقبل ذلك أيضا الشخصيتين السابقتين إن كان محمد شيع السوداني وأيضا قصي السهيل مساء الخير شكرا جزيلا لاستضافة تحياتي لكم جميعا ولأساد الضيوف الحقيقة لا توجد كتلة أكبر من الناحية القانونية ومن ناحية التسجيل في الجلسة الأولى أو عند المفوضية لأنه كان هناك توافق والسيد برهم صالح كان موقف ضبابي في قضية تسلمة لمنصب رئيس الجمهورية وحتى في قضية تكليفة لسيد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لذلك لا يوجد كتلة أكبر لم يثبت أن البناء هي الكتلة الأكبر بل تحدث عن الكتب التي وصلته من جهات مختلفة تتباين فيها تحديد الكتلة الأكبر كان خلال هذه الفترة الفائتة على حذر في تكليف رئيس وزراء بدلا عن السيد عبد المهدي ولم يقدم له شخصية مقبولة أو مستقلة من الكتل السياسية حتى أن كتلة البناء قدمت شخصيات إشكالية وعليها علامات جدلية بشكل كبير جدا لذلك كانت استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح متوقعة ذات أبعاد احتجاجية يعني تحمل في طياتها احتجاجا على الوضع القائم الذي يسير بشكل يخالف ما يتطلع إليه المتظاهرون والحركة الاحتجاجية بشكل عام وإذا لاحظتم بأنه الذي واجه تلويح رئيس الجمهورية بالاستقالة هم كتلة البناء واتهموه باتهامات متعددة ولحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث إعلامهم يتحدث عن تهرب من المسؤولية ويصل بعض الإعلام إلى وصفه بالخيانة وغيرها إذن استقالته وتلويحه كان موجها تجاه كتلة البناء بالدرجة الأساس لأنها لم تراعي الحالة السياسية ولم تقم بإداء سياسي يخفض من التصعيد الموجود في الشارع العراقي لم تراعي الحالة السياسية ولكن دعنا لا ننسى هذه هي موازين القوى القائمة الآن في مجلس النواب وهو الذي جاء نتيجة الانتخابات الديمقراطية وهي بكل الأحوال لن تتغير بين يوم وليلة لماذا لا يعطي الحراك للنخب السياسية فرصة يعني فسحة زمنية بعدما سننا الآن قانونا انتخابيا جديدا هي العقدة هنا المتظاهرين الحركة الاعتجاجية بمجملها وحتى القوى الوطنية اللي نوعا ما عليها مؤشرات قليلة واندمجت مع الحراك الاجتماعي التصعيدي العقدة في رئيس وزراء لمرحلة مؤقتة الى ان يكون هناك مناخ ايجابي اجتماعيا سياسيا امنيا وحتى في التوازنات الاقليمية والدولية يعني المفروض ان تكون هناك شخصية تنقلنا الى مستوى يهدئ الاوضاع وبعد ذلك تكون هناك انتخابات مبكرة يشترك فيها جميع من غير المطلوبين وكذلك من يرفضهم الشعب ان يبتعدون وان تكون هناك معادلة سلطة جديدة قائمة على ديمقراطية حقيقية وليس على اساس المحاصصة وعلى اساس الواسطات وعلى اساس المحسوبيات هذا هو العقدة هنا هي الرئيس وزراء جديد لذلك البناء يصر على انه يكون رئيس الوزراء منه وهذا الامر غير محسوم لا قانونيا لا في مساره الدستوري والقانوني ولا في ادائه السياسي لانه الناس تقول ماذا قدم قادة البناء للحالة السياسية والعملية السياسية بمجملها حتى الان نهديهم منصب رئيس الجمهورية ويقدمون امثال السيد قصي السهل او سيد اسعد العيداني ولكن يبدو ان هناك تغيير الماسد حينما سواها وهي رئيس وزراء مؤقت لنتأكد من هذه النقطة مع السيد نسيم عبدالله اعود لك سيد نسيم عبدالله قبل قليل كنت تتحدث عن امكانية التوجه لربما قرار عن التخليل للعدان هل ما فهمته صحيح كتلة البناء انتقدت في الحقيقة برهم صالح وانت تتحدث قبل قليل عن احتمالية التراجع عن ترشيح العيدان هل هذا صحيح بالتأكيد هناك مطالبات اليوم من قبل بعض النواب على اننا يجب ان نسير باتجاه عزل السيد رئيس الجمهورية او توجه الى مجلس النواب واختيار شخصية بديلة لسيد برهم صالح لكن دعيني اتكلم معاك بواقعية مسألة ان يتم عزل السيد رئيس الجمهورية او السير باتجاهات اخرى هذا لا يصير في صالح العملية السياسية ولا في صالح الشارع العراقي يعني احنا اليوم عدنا يعني رئيس وزراء بحكومة تصريف اعمال وبالنتيجة ان تسير باتجاه عزل السيد رئيس الجمهورية قد يعني يفاق من المشكلة حتى الكتلة السياسية تعرف قيمة السيد برهم صالح بالوقت الحاضر بالنتيجة الذي الكتلة السياسية اليوم يعني قد تسارع او قد تسير باتجاه المحكمة الاتحادية وعرض هذه القضية الى المحكمة الاتحادية لكن الواقع يقول بحكم معرفتنا وقربنا من الواقع السياسي حتما سوف تسير مثل ما استبدلت السيد السوداني بالسيد السهيل حتما سوف يتم استبدال السيد العيداني بشخصية مقبولة على الاقل من الشارع العراقي ومن الكتلة السياسية جميعا ولكن أنت تعرف سيدنا سيما أن هناك من يقول بأن كتلة البناء وبسبب قربها من إيران لم تقدم عمليا سوى مرشحين أيضا مقربين من إيران أيسا هنا من واجب الكتلة الأطبع ربما أن تقدم فعلا حلا فعلا كما قلت يرضي الحراك وبالتالي بعيد عن إيران يعني اليوم حتى السيد رئيس الجمهورية ما أعتقد يصير باتجاه أن يكون قريبا قريبا من سين أو صاد لا من الولايات المتحدة ولا من إيران اليوم الشارع العراق حقيقة الأمر فرض نفسه على الواقع السياسي وبالتالي هذا حقيقة نحن كنا نتمنى أن يكون للشارع العراقي رأي حر بعيد عن كل الانتماءات الطائفية والانتماءات الأخرى أعتقد اليوم تأثير الشارع العراق هو أكثر تأثير من إيران ولا الولايات المتحدة الشارع العراق اليوم هو حقيقة هو صاحب القرار الأول والأخير المرجعية الرشيدة لها دور محوري في العملية السياسية وبالتالي فإن حتى اليوم إشارة حتى كتاب السيد رئيس الجمهورية أشار على أن الشارع العراق والمرجعية إذا كان للشارع العراق الرأي الأول والأخير لماذا يصر البناء على حقه بالتفرد وبالترشيح؟ هذا حق دستوري باعتبار أن البناء هو الكتلة الأكبر لكن اليوم حقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحتى رؤية السيد برهم صالح حتما سوف تجعل البناء يسير باتجاه آخر تعرفين حضرتك مسألة الإصلاح ليست بمسألة هينة أن تصلح كتل سياسية لم تكن موفقة في إدارة هذا البلد أعتقد هذا الموضوع ليس بالأمر الهين أعتقد اليوم الكتلة السياسية تسير باتجاه الإصلاح وهي مرغم حقيقة الأمر وقد يكون مرشحا آخرا لسيد العيدان في الأيام القادمة لا بديل عن مسألة الترشيح بديل لسيد العيدان سيد علي المهداوي الآن الرئيس برهم صالح غادر بغداد بعد أن أعلن استعداده للإستقالة وذهب للسليمانية ما السبب؟ هل هو يقينه بأن التسوية غير ممكنة على الإطلاق؟ أم ربما ليتخلص من ضغوطات قد تعرض إليها؟ لا بالتأكيد الفترة القليلة الماضية كانت هناك العديد من الضغوطات الداخلية منها والخارجية على السيد برهم صالح هو ربما ذهب إلى سليمانية يعني هو ينتمي إلى حزب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هذا الحزب كان قد أنهى للتو مؤتمر العام يعني ربما ليكون قريبا أكثر ربما ليطلع قادة حزبه والقيادة الكردستانية على ما جرى وربما أيضا أنه بانتظار رأي البرلمان فيما أن عاد إلى بغداد رئيسا للجمهورية أو بقي في السليمانية يعني أن يقدم استقالته ويبقى في السليمانية هو في كل الأحوال هو بانتظار كلمة من البرلمان بانتظار رد من البرلمان على الرسالة التي أرسلت لهم بهذا الصدد طب الآن بعد هذه الاستقالة ومرت مهلة الأسبوع وربما تصبح هذه الاستقالة سارية المفعول ماذا يمكن أن يفعل الرئيس العراقي برهم الصالح لاستكمال ما يقول أنه دفاع عن حقوق الحراق أو حقوق الشعب العراقي هل سيتوقف عن ذلك وسيخرج ربما من اللعبة السياسية يعني هي ليست استقالة في البداية هي ليست استقالة فيما لو تقدم باستقالته علينا أن ننتظر أسبوعا لكي تصبح الاستقالة سارية ومن ثم يبدأ مجلس النواب مخاضي البحث عن رئيس جديد للجمهورية خلال فترة ثلاثين يوم سيتعقد المشهد بالتأكيد لكن أنا أعتقد أن خطوة السيد برهم صالح كانت واضحة حينما قال قبل فترة أنا لن أخذ للشباب الثائر وهو بهذه الخطوة يعني كأنما يوصل رسالة أنا أديت ما علي من خلال هذا المنصب هو يعني ذكر أكثر من مرة أن لا قيمة لهذا المنصب إن لم يكن في خدمة الشعب وبالتالي يعني ما تمليه عليه المسؤولية الوطنية التي يرها هو أن لا يبقى في هذا المنصب يعود ليكون ليمارس دور الحزبي ربما في حزبه هو قيادي وشخصية معروفة على مستوى كردستان وعلى مستوى العراق كما قلت هو بانتظار قرار البرلمان هو رمى كرة اللهب في حضن البرلمان هذا البرلمان يعني بصراحة الذي أراه ويراه كثيرون المشكلة الأكبر في العملية السياسية جاء نتيجة انتخابات لم يشارك بها سوى 20% ربما على الأغلب من الشعب العراقي وأثير حولها الكثير من اللغط شبهات تزوير شبهات بيع وشراء للأصوات ومن ثم عجز كامل عن أداء دورة التشريعي والرقابي أوصل الأوضاع ربما إلى ما هي عليه اليوم سيد نعناع هل صحيح فعلا خطوة الرئيس صالح تصب في خدمة الحراك في خدمة الشعر العراقي وهي خطوة قد تؤدي إلى انسداد ربما في موقع رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى الانسداد الحاصل حاليا في موقع رئاسة الحكومة هل يخدم ذلك مطالب الحراك أم ربما يزيد في التعقيدات الموجودة أصلا هناك فرق بين أن التحدث عن مسار قانوني ودستوري هو حق لرئيس الجمهورية أن يستقيل لأنه رأى انسدادا وجمودا في العملية السياسية ومن يشاركونه في القرار وفي العملية السياسية وفي معادلة السلطة لا يتحملون أفكاره وطروحاته وكان قد خطى بخطى شبه ذكية لأن يجعل نفسه بيضة القبان فيما بين السلطة وما بين الحراك مثلا هو في أحد البيانات الشهيرة والخطابات الشهيرة قال إذا تم الاتفاق على الانتخابات المبكرة فأنا مع الانتخابات المبكرة وبالفعل كان معها وقال أيضا إذا رفض أي مرشح من الحراك طرحته أي كتل أو طرح في البرلمان أنا أيضا لن أكلفه وهو أيضا فعل هذا الأمر فالآن استقالته رهن بإعادة المسار لموقفه السياسي الذي يشعر بأنه على الطريق الصحيح هذا ما أفهمه أما بالنسبة لتعطل الأوضاع بشكل عام تدهورها أو غيرها فهذا الأمر ليس حكرا على رئيس الجمهورية وإنما هناك مراكز قرار ومراكز قوة أهم من منصب رئيس الجمهورية كمنصب رئيس الوزراء هذا كان منصب أهم وهو رأس النظام السياسي والمدير التنفيذي للدولة العراقية رئيس الوزراء وعندما استقال بقيت بعض الأمور مسيطرة عليها صحيح توجد لدينا بعض الانزلاقات أما أنه كيف نعالجها دستوريا المادة 75 من الدستور هي الكفيلة بمعالجة مسألة استقالة رئيس الوزراء ولكن يبقى أن الرجل اتخذ موقف في إزاء أو بموازاة موقف آخر اللي هو موقف البناء فهو الآن محتج عليهم ولكن قبل قليل ضيفي تحدث عن استعداد لترشيح ربما بديل عن العدان أنتم في الحراك ما هي مواصفات المرشح الذي تريدونه طبعا بالمناسبة السيد النائب نسيم طبعا من النواب المعتدلين ومن النواب الذين يحكمون العقل وأنا جدا ارتهى عندما أسمع خطاباته عدو قيادة في الفتح نعم لكن هناك آراء أخرى يعني آراء أخرى غير رئيس سيد نسيم في الفتح وفي البناء وفي هذا المحور يعني آراء أخرى تريد أن تصعد تريد أن تستقطب لذلك هي واجهة الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية على أنها خطوة استقطابية خطوة أيضا من خطوات ركوب الموجة على أساس أن المقبل هو انتخابات مبكرة وهذه الانتخابات سوف يكون لها قانون جديد مفوضية جديدة وأيضا النوع استقطابات جديد ليس فيه محاصصة ليس فيه تمحورات طائفية أو غيرها فلذلك قرأت الخطوة على أنها خطوة استقطابية وخطوة لركوب الموجة والوقت قصير لوصولنا لانتخابات مبكرة ويريد أن يبني معادلة جديدة من غيرهم أو يستقوي بآخرين عنهم قرأت الفكرة بهذا الشكل ولذلك واجهت هذه الخطوة بمفردات ومصطلحات عالية جدا ليس من القادة وإنما من إعلامهم ومن السوشيال ميديا وغيرها الآن ما يمكن أن يرجع السيد برهاب صالح إلى عن هذه الاستقالة هو المواصفات التي طلبتها حضرتك قبل قليل الذي يطلبها الحراك وهو رئيس وزراء مستقل بعيد عن الأجندات الخارجية وبعيد عن رؤوس الفاسدين اللي موجودين في البناء أو في كتل أخرى لأنه ليس فقط البناء هي الكتلة اللي توصف بالفساد وبالتدخلات الخارجية بخصوصها وإنما حتى كتل أخرى شكرا جزيلا لك محمد نعناع الأكاديمي والناشط السياسي من بغداد كما أشكر من بغداد أن ابن سيب عبدالله عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي وعلي المهداوي الباحث السياسي وشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة تحيات طيبة وإلى اللقاء موسيقى